موسيقى مساء الخير و اهلا و سهلا بحضراتكم في حالة جديدة برنامج اخر الاسبوع عندنا موضوعات كتير النهاردة عايزين نتكلم فيها موضوعات محلية و احنا شايفين طبعا الوضع في الشرق الاوسط بيزداد تدهر نتيجة المواجهة ما بين ايران و اسرائيل لكن اسمحونا الاول نبدأ بموضوع داخلي شأن محلي اعتقد انه بيهم قطاعات واسعة من المجتمع ملايين من الناس متطلعين الى مخرجات هذه المناقشة حول الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني نبدأ من البداية ان احنا نقول ايه حكاية الدعم الدعم ان الدولة تدعم بعض السلع التي تقدم للمواطنين عبر بطاقات التموين ودي ممرسة بقالها عقود طويلة اعتاد عليها المجتمع انه بيذهب الى البدال او ما يسميه اللي هو البقال التموين بيحصل شهريا على مجموعة من السلع المدعمة في حدود مبلغ نقدي معين وطرق على المنظومة دي عدة تغييرات خلال السنوات الماضية بغرض ترشيد تحسين هذه المنظومة النهاردة في حوار بدأ في اروقة الحوار الوطني بنان على طلب من الحكومة حول الدعم النقدي يعني بدل من الناس تحصل على سلع غذائية تحصل على مقابل مادي نقدي مكانها تشتري بيها السلع اللي ايه عايزها طبعا دي نقلة كبيرة جدا في اسلوب التعامل مع دعم المواطنين الدعم هيستمر لكن شكله بيتغير بدل ما المواطن يحصل على سلع بيحصل على مقابل نقدي يشتري بيه السلع طيب الموضوع ده حالة الحكومة الى الحوار الوطني للمناقشة وطرح وجهة النظر المختلفة حواليه املا في بدء تنفيذه مع السنة المالية القادمة اللي هي عشرين خمسة وعشرين اللي هي هتبدأ في شهر يوليو المقبل طبعا الحوار الوطني اعلن انه هيبدأ منقشة الموضوع مفيش اي افكار مسبقة او تحييزات مسبقة هينقش وجهات النظر المختلفة المزايا العيوب وجهات النظر المتعددة بيستطلع رأي الناس الناس تبعت له مقترحتها الاحزاب القوة السياسية المختلفة علشان يخرج بمخرجات واضحة يقدمها لصانع القرار الرئيس عفتاح السيسي منذ ايام قال ان الحوار الوطني مهم وسيظل في حالة انعقاد دائم وستطرح عليه القضايا المصارى ومخرجات الحوار محل اعتبار واهتمام يبقى اذا احنا متطلعين الى الحوار الوطني اللي هيناقش هذه القضية المهمة اللي بتتعلق بيه الدعم اللي بيقدم للمواطن هو الدعم ده قدية الدعم ده تبقى ليه آخر تقديرات 635 مليار جنيه بتدعم بالحكومة سلع تقدم للمواطن 50% تقريبا منها سلع غزائية والباقي ربما اشياء اخرى زي كرمو ومحروقات وحاجات من هذا القبيل بيستفيد 63 مليون مواطن من هذا الدعم وفي الخبز تحديدا في دعم الخبز بيستفيد 71 مليون مواطن احنا عارفين ان منظومة الخبز اتغيرت منذ شهور والدولة حركت سعره بقى 8 رغيف 20 قرش لكن في الواقع ان تمنه اكتر من كده يعني لا تزال الحكومة بتدعم رغيف العيش طيب وجهة النظر مختلفة تجاه دعم نقدي يعني اخد فلوس في ايدي اشتري بيها ولا دعم عيني اروح اخد سلع من عند البقال الخاص بالتموين هقولك وجهتين من نظر كل وجهة نظر ايه مبررتها في هذا السياق الدعم النقدي بيقولك انه هو بيصل بالدعم المستحقين يعني فيه شبكة بيانات ومعلومات وقعدة للبيانات المستحق بياخد المقابل النقدي اللي بيروح اشتري به يبقى اذا الدعم النقدي ده بيصل لمستحقين الامر التاني يقولك احنا جربناه قبل كده في بعض البرامج الحماية الاجتماعية زي تكافل وكرامة في السنوات الماضية وجاب نتيجة جيدة ووصل فعلا الدعم النقدي لمن يستحقه الامر التالت قالك هيرفع عن كاهل الحكومة اعباء كتير جدا ويخليها تقدر توفر السلع بشكل افضل وهيمنع هدر السلع نتيجة اساءة استخدامها او ووصولها لناس لا تستحقها في اطار الدعم دي وجهة نظر اولانية او وجهة نظر اولى بتدعم الفكرة الخاصة بالدعم النقدي في مخاوف عند فريق اخر لا يزال يفضل الدعم العيني الحصول على سلع مباشرة من بدال التموين او من المنافذ اللي بتوزع السلع دي اول حاجة قالك ان ارتفاع معدلات التضخم هيلتهم اي بدل نقدي او اي دعم نقدي يعني النهاردة بند المواطن ايا كان القيمة اللي هندها له نقديا فلوس السلع بتغلق يبقى الفلوس اللي بياخدها دي يعني بتلتهمها الاسعار اللي بترتفع يبقى اذا ياخد سلع افضل ما ياخد فلوس في ايده ده وجهة نظر طبعا الحكومة من الجانب الاخر بتقولك لا احنا طبعا هنراجع القيمة النقدية اللي بياخدها المواطن دي حسب معدلات التضخم يعني هو مش رقم نهائي هيفضل ياخده على مدار السنوات لا هيراجع طبقا لمعدلات التضخم احنا برضو كلمنا قبل كده يعني ايه كلمة التضخم التضخم يعني ارتفاع اسعار السلع فطبعا الحكومة بتقولك لا يعني انا هراجع قيمة النقدية دي حسب معدلات التضخم فده اول تخوف عند بعض الناس وده اول رد حكومي بيتقال الامر التاني بيتكلم عن ثقافة المواطن قالك المواطن ما يعرفش انه تديره فلوس فيديو وروح يشتري لا المواطن متعود انه هو يروح عند البقال ياخد منه سلع معينة كل شهر طبعا يعني دي حجة ما هياش قوية اوي ليه؟ لان مثلا تعود المواطن ده هيتعود على نظام تاني وتالت ورابع يعني ما الناس كانت زمان تقولك انا عايزة عداد الكهرباء اللي الفاتور لما نزل العداد اللي بيستخدم فيه الكارت الناس يعني احتجت وبعض الناس كانت ضد الموضوع دوا لكن مع مرور الوقت اصبحت ممارسة والناس تعودت ازاي تستخدمه فالنا عايزة اقوله مسألة ان تعود الناس على شيء معين ده لا يعني بالضرورة انه يستمر للأبد ممكن نعيد النظر او يعاد النظر في نظام معين طالما بيحقق مصلحة المواطن ده الاهم وده الهدف الاساسي القضية مش قضية نقدي ولا عيني القضية هي مصلحة المواطن اذا كان الدعم بيصل الى مستحقين بأي من الطريقين فنحن مع هذا الطريق الامر التالت قالك طيب ما احنا عايزين قاعدة بيانات واضحة عشان المواطن لا يظلم يعني بالفعل هل هنوصل لقاعدة بيانات بتقول من المستحق للدعم النقدي حتى يحصل عليه ولا برضو هيبع عندنا ارتباك في البيانات وفيه ناس تستحق وناس ما تستحقش وممكن ناس تستحق ولا يدرج اسمائها وناس لا تستحق تحصل على الدعم طبعا دي وجهة نظر بس دي ممكن تتطبق او هي موجودة سواء كان الدعم نقدي او عيني لان قاعدة البيانات اللي مستخدمة في الحالة دي هي تستخدم في الحالة دي لكن اتصور يعني طبقا للثوابق التي اتبعت فيه برنامج زي تكافل وكرامة وبرامج اخرى هتوضع معايير دقيقة جدا لمدى اهلية الناس للحصول على الدعم النقدي ممتلكاتهم بينفقوا قد ايه هل مثلا عنده سيارة ولا لا يعني كان فيه مجموعة كده من المعايير اللي على اساسها بتتحس بالامور لكن في كل الاحوال ان الموضوع اتفتح امام الرأي العام والنقاشة يزيد الفترة القادمة والحوار الوطني هينظم جلاساته لمناقشة مسألة هل هو دعم نقدي ام عيني واضح طبعا الحكومة انها تريد ان تتجه في اتجاه الدعم النقدي يعني طبعا رئيس الوزراء اتحدث عن الدعم النقدي في لقاءه مع المثقفين هتكلم كمان شوية عن الموضوع ده ايضا وزير التموين السيد شريف فاروق اتكلم برضو على مسألة الدعم النقدي او النظام النقدي في تقديم الدعم وطمن الناس شوية يعني قال لهم احنا مش هنطبقه مرة واحدة ده احنا نختار بعض الاماكن المنتقى بعناية نبدأ نطبق عليها المنظومة الجديدة اذا نجحت التجربة هنبدأ نعممها اذا كان فيها مشاكل هنعيد النظر فيها يعني ده طبيعي في تطبيق اي نظام جديد ان انت ما بتطبقوش على نطاق واسع مرة واحدة انت بتختار عينة بتطبق عليها النظام ده اذا فلح النظام يمكن تعميمه اذا قابل مشاكل نواجه هذه المشاكل يعني من اعتبارها مرحلة تجربة للنظام لكن واضح جدا ان هناك نية في اتجاه الدعم النقدي ربما لاسباب ترى الحكومة انه افضل في تقديم الدعم للمواطن وهيمنع زي ما قلت اهدار سلع مدعمة ولكن هيظل السؤال هل بالفعل من خلال الدعم النقدي سيصل الدعم الى مستحقيه اعتقد ده هيبقى مصار الحوار المتسع داخل الحوار الوطني ولا سيما انهم طلبوا قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالدعم من الحكومة وحصروا عليها بالفعل فعشان كده الحوار هيبقى بناءا على معلومات وارقام وليس بناءا على نظريات وجات نظر اسمحوا لنا نخرج الى فاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ يومين التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من القيادات الثقافية والفكرية او قامات الفكرية حسب وصف الحدث وجرى حوار مفتوح معهم ونقاش يعني بلا ضوابط او بلا حدود كما قيل بمعنى انه سمحوا للناس ان يتعبر عن وجات نظرها وبعض الذين شاركوا في هذا الحوار احنا عارفين اليوم اراء نقدية تجاه الحكومة وتجاه السياسات العامة في فترة الاخيرة فطبعا يعني الخطوة دي تعتبر خطوة ايجابية الاستماع لوجات نظر مختلفة من قامات ثقافية وفكرية من تخصصات مختلفة يعني جوم ناس من تخصص اقتصاد واجتماع وعلوم سياسية اسماع كتير احنا عارفينها وعارفين ان هي بتدلي بدلوها في الشأن العام ولها اراء نقدية تجاه ما يحدث ودي خطوة مهمة جدا من رئيس الوزراء ان فكرة الالتقاء بالمثقفين والاستماع لوجات نظرهم حتى ولو كانت هذه الاراء لا توافق السياسات العامة او لا توافق الحكومة في كثير من الاحيان وايضا من المهم انه يشرح ماذا يحدث ويفصر ماذا يحدث فده مسألة مهمة يعني الاستماع من الاتجاهين مسألة مهمة ان تستمع الحكومة الى وجات نظر الاكاديميين والمثقفين دي مسألة بالغة الاهمية حتى لو كان فيها وجات نظر مختلفة وان يستمع المثقفون والاكاديميون الى رئيس الوزراء او الى الحكومة في تفسير وتبرير السياسات المتبعة دي مسألة اكسية حتى يحدث تلاقي الفكر والمعلومات المتبادلة ما بين الطرفين يعني في اسماع كتير حضرت انا يعني شفتها كده من خلال اخبار والحوار طبعا كان نقل عبر وسائل الاعلام وده برضو شيء مهم جدا في اتساع نطاق المعرفة والشفية في المجتمع يعني كان حاضر الدكتور احمد زايد الدكتور سعيد المصري الدكتور مصطفى الفيت الدكتور علي المهدي الاستاذ محمد سلماوي الدكتور اسامة الغزالي حرب الدكتور عفتاح الجبال يعني في اسماع كثيرة وايضا الدكتور نيفين مصعد يعني شفنا مجموعة او نغبة من المثقفين حضرت وشاركت وكلمت من وجات نظر مختلفة سياسية واقتصادية وااجتماعية وبدينا يعني نتعرف كده بشكل متسع على وجات نظر تجاه مشكلات المجتمع المتعددة انا وقفت قدام بعض كده اجابات ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي اتجاه بعض الاسئلة وبعض المدخلات اللي اسيرت من جانب المثقفين الذين كانوا في القاعمة يعني اول حاجة من ضمن الافكار اللي قالها ان المنطقة تتغير تغيران كبيرا والافكار القديمة لم تعد تصلح في العلاقة مع المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية واشار الى فكرة ضرورة قيام التحالفات والشراكات ما بين الدول في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والسياسية ودي فكرة مهمة جدا لان بالفعل نحن نحتاج الى مزيد من القراءة الواعية والمتجددة للمتغيرات على المستوى الاقليمي والدولي الامر التاني بتكلم ان الدولة تعاملت برشادة وحكمة مع كثير من المتغيرات اللي احاطت بها في فترة الاخيرة واللي لو كانت انزلقت الى مغامرات فيها كانت يعني ستدفع ثمنا باهزا مثلما دفعت دول اخرى طبعا دي ايضا بتمثل يعني وجهة نظر ورد على كثير من الامور بعض الناس احنا بتأخذهم الحماسة تجاه بعض المتغيرات اقليمية او دولية لكن احيانا او في كل الاحوال ينبغي التعامل بمنطق العقلانية والرشادة مع كثير من المشكلات الضاغطة حوالينا امر تالت تكلم عنه ان في تحدي هو بناء اقتصاد وبناء دولة في ظل تراجع معدلات النمو ونتيجة يعني التحديات اللي مرت بها المنطقة والعالم من اول كوفيد ناينتين والحروب وما شابه وايضا نتيجة عدم الاعتناء واهمال خطط التنمية لفترة طويلة داخل المجتمع يعني كان لازم يتعمل طرق وكان لازم يتعمل بنية أسية وكان لازم يعني دي حاجات تأخرت فيها مصر وعندما تتأخر في مشروعات كبرى فانت بتدفع التمن مرتين تمن تأخيرك وتمن ارتفاع تكلفة هذه المشروعات تحدث ايضا عن ان في رغبة في سرعة الانجاز تجاه ملفات اهملت لفترة طويلة يعني بعض الناس لما يسألوا طب ليه كل المصاريف دي على البنية الأسية البنية الأسية ترهلت على مدار عقود ولم يعد من الممكن يعني بقاء على هذا الوضع إذا كنا عايزين نعمل انطلاق اقتصادية أو تقدم اقتصادي مسألة السكان أشار إليهو دي مسألة أسية السكان الزيادة السكانية بتسير بوتيرة أسرع من وطيرة النمو الاقتصادي وده بيضع عباء على الدولة تحدث عن فكرة المواصلات العامة ودي فكرة مهمة قوي يعني في كثير من دول العالم لما تسافر دول أوروبا مثلا يعني استخدام الوسائل النقل الخاصة دي مسائل مش واسعة قوي يعني الناس بتأميل المواصلات العامة طبعا لأن أسعارها أفضل والنقطة الثانية إنها أكثر راحة ومنضبطة وأكثر لياقة واستقبالا جيدا لإستخدام المواطن إحنا محتاجين يبقى عندنا شبكة مواصلات عامة قوية داخل المجتمع المصري تستوع بزيادة السكانية يعني حوالي 110 مليون شخص توسع عمراني واسع جدا بيصل لحوالي 15% من مساحة مصر كما ذكر رئيس الوزراء لما لاقي أنا شبكة مواصلات جيدة سواء كان متى الأنفاء أو الطرق الجديدة أو الروتوبسات المونوريل القطار السريع يعني فيه تقدم في وسائل المواصلات هذا التقدم ينعكس على استخدام المواطن لذي الوسائل ويتخلى جزئيا أو كليا عن استخدام وسيلة الانتقال الخاصة أو العربية اللي بدأ تكلفتها بترتفع نتيجة ارتفاع سعر البنزين والزيوت والصيانة العربية إلى آخر أيضا أشار إلى فكرة مهمة جدا هي مسألة تطوير التعليم يعني مسألة تطوير التعليم مش بناء مدارس بس لكن تكلفة التعليم أصبحت تكلفة مرتفعة وتقليل الكسافة في المدارس دي مسألة أسية جدا ولا سيامة مع زيادة عدد السكان وضرب أمثلة أن كسافة المدارس لما كان عدد سكانة 40 مليون ما تختلفش كتير عن كسافة المدارس دلوقتي وده يعني معناها أن في جهود كتير بوزلت حتى تبقى الكسافة كما هي وقال أن الإنجاز والعمل والتقدم ده محتاج سنوات يعني فيش دولة بتحقق التقدم بين عشية وضحاها أو بين يوم وليلة ولكن بيتحقق على مدار سنوات وضرب مثال بالنمور الأسيوية إزاي أن هي حققت النجاحات دي في 20 و 30 سنة فالمسألة صعبة طبعا هو أشار لمسألة صد النهضة وطبعا ده بيمثل محور نقاش وقلق داخل المجتمع المصر لكنه أكد على الموقف السابت للدولة المصرية وكان الدكتور بدر عبد العاطي حاضر هذا اللقاء وزير الخارجية قال أن إذا تأثرت حصة مصر من المياه سيكون هناك اتجاه آخر يعني معناها أن مصر واضحة جدا أن حصتها في المياه نهر النيل لن تتأثر وده موقف سابت كاريته الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية في ظل التعنت الأسيوبي الشديد تجاه الوصول إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان بشأن ملء السد وترتيبات الأمور الخاصة بالمياه اللقاء أنا في رأيي أنه اللقاء مهم جيد أن صنع قرار على مستويات مختلفة يلتقي بالمثقفين في حوار وطني في جانب من المجتمع وفي أيضا حوار بتجري مؤسسات الدولة على مستويات مختلفة لأن بالفعل الصيغة الجديدة في بناء الدول والعلاقة بين الدولة والمجتمع هي صيغة لابد أن تقوم على حوار متبادل وليس فقط تصورات مغلقة من جانب السلطة وتصورات أخرى من جانب المجتمع يعني لازم يكون في حوار وده اللي بيشجع فكرة الحوار على مستوى الدولة والمجتمع المدني والمثقفين وفئات المجتمع المختلفة لأن الحوار بيساعد على الوصول لأفكار جيدة وبيوضح كمان سياسات قائمة بصورة قد لا تكون واضحة بالنسبة للناس فالخطوة اللي عملها رئيس الوزراء في الحوار مع المثقفين كانت خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى مماثلة نخرج لفاصل ونعود لاستقناب فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحرب بين إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط من جانب وإسرائيل من جانب آخر بقت حرب مفتوحة ما كان يخشى منه خلال الشهور الماضية أو خلال عاما كاملا العام ده كان الأعقب أحداث سبعة أكتوبر أو انتفاضة الأقصى وما تبحها من حرب في غزة كانت يوم سبعة أكتوبر يعني احنا تقريبا أمضينا عاما كاملا في حرب غزة وأصبحت الحرب دي بتتسع لتشمل أماكن أخرى في الشرق الأوسط لبنان جابها ساخنة أيضا في تشابكات مع العراق ومع اليمن فما كان يسعى إليه كثير من الزعماء على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة ألا تنفلت الأوضاع فهي على وشك أن تنفلت أو انفلتت حتى الآن ولكن بصورة محسوبة ويخشى أن تنفلت بصورة غير محسوبة إسرائيل اختالت قيادات حزب الله الواحد تلو الآخر وقصفت أماكن مختلفة في الضحايا الجنوبية من بيروت اللي متركز فيها حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله وقابليه فؤاد شكر وقابليهم إسماعيل هنية في طهران كانت الناس كلها بتتطلع إلى إيران وبتقولك أين تختبئ إيران إيران مستخبية ليه ثابت حلفاءها أو أدوتها أو كلاءها نسميها زي ما نسميهم في المواجهة مع إسرائيل وهي طوارد إيران اتخذت يوم السلساء الماضي خطوة وأطلقت ما يقرب حسب بعض التقديرات 180 صاروخ باليستي على إسرائيل طبعا إحنا عارفين إن دي مش أول مرة إيران تفعل ما فعلته في إبريل الماضي فعلت نفس الأمر وأطلقت مجموعة ضخمة جدا من السواريخ لم تحدث أي تأثيرات وجرى استيادها قبل أن تصل إلى إسرائيل هذه المرة هناك تكتم أو تضارب إذا صح التعبير في وجهة النظر وده مسألة يعني لسه محتاجين وقت نفهم اللي بيحصل إيه يعني لو بصين على جانب وسائل الإعلام المؤيدة لإيران بتتحدث عن نصر وتتحدث عن خسائر أوجعة إسرائيل على الجانب الآخر يقولك ما عملتش حاجة كل هذه السواريخ وكانت مجرد إن هي حفظ ماء وجه إيران إحنا مش عارفين على وجه التحديد حتى هذه اللحظة ماذا أحدثت الضربة الإيرانية لإسرائيل البعض بيقول إنها أحدثت الكثير والبعض بيقول إنها لم تحدث شيء لكن إحنا على وجه التحديد مش عارفين لأنه فيه تضارب في المعلومات وجهة النظر المختلفة لكن الحرب مفتوحة وإسرائيل بتضرب لبنان وبدأت فيه عملية غزو بري محدود إنبارح حزب الله أوقع تمن قتلها لإسرائيل والنهاردة الأنباء بتقولك فيه أربعة كمان يعني حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل يعني فيه مواجهة دلوقتي شاملة ما بين الطرفين آية الله خامنئي في صلاة الجمعة اليوم قالك الهجمات الصاروخية عقاب الحد الأدنى لإسرائيل ولو فكرت إسرائيل إنها تضرب إيران ردا على ذلك فإحنا كمان هنضرب زي تصريحات لقادة آخرين في إيران هنضرب البنية الأساسية لإسرائيل وهنوجعها وجعا شديدا على الجانب الآخر الرئيس الأمريكي جو بايدن قالك فيه كلام ما بين إسرائيل والولايات المتحدة حول استهداف بعض المنشآت النفطية الإيرانية لكن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من ضرب أي مفاعلات أو مشروعات نووية إيرانية أسعار النفط اتحركت على طول أول مقال التصريح ده إيران يعني من كبار المنتجين النفطي في العالم دول الخليج قالت لك لا إحنا مش عايزين يعني الموضوع يتضهور لإنه ممكن تستهدف منشآتهم مما كمان النفطية فقالك إحنا يعني خلينا خارج سياق هذه المواجهة وزير خارجية إيران النهاردة في بيروت هيلتقي برئيس الوزراء ورئيس البرلمان إحنا محتاجين نعرف إين الرسائل اللي هيحملها لكن الحرب مشتعلة غاز وبر محدود قصف متبادل إسرائيل بتضرب على طول في بلدات لبنانية وفي الضحية الجنوبية حزب الله بيطلق السواريخ على إسرائيل سكان الجنوب في لبنان بيغدروا بيهجروا سكان الشمال في إسرائيل هم أصلا خارج المكان منذ شهور نتيجة المواجهة مع حزب الله في أعقاب ضرب غزة فيصبح الآن فيه مهجرين وفيه أيضا استهداف من جانب إسرائيل للمدنيين اللبنانيين وفيه خسائر كثيرة جدا في لبنان إسرائيل بتقولك دمرت خمسين في المية من قواعد حزب الله وإسلاحه برضو دي كلها تصريحات إحنا مش عارفين مدى دقتها وفي هذا الصياق إحنا مش عارفين على وجه التحديد نتائج هذه المواجهات حتى الآن سوى الإعلان عن أعداد قتلة لكن حتى هذه اللحظة إحنا مش عارفين تحديدا تأثير الضربات المتبادلة ودخول إيران على الخط في المواجهات الرئيس جو بايدين بقولك من حق إسرائيل نترد ولكن ترد بما يتناسب مع ما يحدث طبعا ما حدش عايز حرب مفتوحة في منطقة الشرخ الأوسط لأنها تبقى نتائجها وخيمة على كل الأطراف النهاردة يعني أريد حاجة وده برضو بيتماشى مع وجه النصر هقولكو عليها دلوقتي وزيخ خرجية لبنان بيقولك إن قبل اغتيال نصر الله حدث حوار مع الولايات المتحدة ورسائل متبادلة فحزب الله وافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية إن إسرائيل موافقة على وقف إطلاق النار ولكن بعدها إسرائيل اختالت نصر الله ناس كتير بدأت تتكلم إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ضبط سلوك إسرائيل وفيه كده نوع من أنواع التدرج يعني لما نشوف إن كان بيبقى فيه مواقف أمريكية قوية وبعد كده بتتنازل عنه يعني مفألة في غزة حتى إحنا شفناها في غزة يعني يقولوا عند مستوى معين إحنا مش عايزين القتال يتطور ثم يتطور ثم منتكلم في إسرائيل إحنا مش عايزين انفلات الأوضاع مع لبنان لكن أوضاع انفلتت مع لبنان الغزو البري لا حدث غزو بري يعني إذن إحنا نتكلم برضو على فكرة إن إسرائيل يعني مستفيدة من مناخ الانتخابات الأمريكية والانشغال الأمريكي بالانتخابات وبتتحرك في مستوى المنطقة هل السواريخ الإيرانية شكلت رضعا ما لإسرائيل إن هي تتمادى في عدوانها على مستوى المنطقة لا أحد يعلم هل إيران بالفعل في حالة إذا استهدفت إسرائيل منشآت نفطية إيرانية زي ما ألمح النهاردة بايدن هل إسرائيل ستواجه ضربات إيرانية في المقابل وإي حدود الضربات دي وماذا تتسبب ونتائجة إيه يعني حتى هذه اللحظة في قدر من الانفلات في المواجهة بين الطرفين وفي أيضا ضبابية تتعلق بنتائج هذه المواجهة نأمل ألا تتسع المواجهة ونأمل أن يعني يتوقف العدوان على لبنان لأن بالفعل لبنان دولة بتعاني اقتصاديا وسياسيا ولا تحتمل المزيد اسمحونا نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فخاراتها في الحق المجتمع المدني ليه دور مهم جدا في دعم المشاركة على مستويات مختلف هلسا من شوية كنا بنتكلم على لقاء رئيس الوزراء مع عدد من المثقفين والأكاديميين واتكلمنا على أهمية وجهة النظر المتعددة والمتنوعة وأن يستمع صانع القرار لأراء مختلفة قد تتفق أو قد تختلف معاه لكن المهم أن الناس تعبر عن وجهة نظرها حوار آخر جرى في مكتبة الأسكندرية تحت عنوان دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة المشاركة مسألة مهمة جدا ولا سيامة في أوساط الشباب ما استحتاج إلى مشاركة في التنمية ما استحتاج إلى مشاركة في استحقاقات انتخابية قادمة وأيضا مشاركة في مؤسسات المجتمع المختلفة الأندية الروابط النقابات الأحزاب الجمعيات يعني حالة المشاركة دي بتمثل أهمية في بناء المجتمع الندوة تحدث فيها عدد من الخبراء وجرى نقاش جيد جدا ما بين الجمهور اللي كان فيه جانب كبير جدا منه من الشباب والجماعيات الأهلية الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية رأس الجلسة وتحدثت فيها الدكتورة هويدة عدلي والدكتور أيمن عبد الوهاب والدكتور محمد ممدوح والدكتور يوسف ورداني وطبعا ذكر أو تحدث في الافتتاح الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية وتحدثت أيضا دكتورة فايزة زايد مدير مدرية التضامن الاجتماعي بالأسكندرية وزي ما قلت لحضراتكم كان فيه شباب وفيه جمعيات وفيه شخصيات عامة الأفكار اللي تقالت في النادوة دي أفكار مهمة أول أنا هقف قدام مجموعة من الأفكار كرسائل تلغرافية حول أهمية المجتمع المدني أهمية الأحزاب والنقابات والجمعيات الأمور أو المؤسسات الطوعية التي ينشئها المواطن من أجل أن يعبر عن رأيه وعن مصلحته أولا في مواسسات المجتمع المدني فيه مساحة واسعة جدا للمشاركة الناس بتروح الجمعيات بتشارك بتروح الأحزاب بتشارك بتروح النقابات بتشارك الأندية الروابط فمن خلال المشاركة دي بتعلموا قيم كتير جدا بتعلموا قيم الحوار والتنافس وبتكلموا مع بعض فيه مساحة أوسع للتعارف وتبادل وجهات النظر والفرص المتاحة المؤسسات دي بتعبر عن مصالح الناس يعني لما نلاقي جمعيات أهلية بتخدم المجتمع المحلي فيه بتخدمه في قضايا محددة لما نلاقي نقابات بتدافع عن مصالح أعضاءها بنلاقي أيضا أحزاب بتعبر عن وجهات نظر أعضاءها بنلاقي جمعيات رجال الأعمال بتعبر عن وجهة نظر معينة قدامها نقابات عمالية بتعبر عن وجهة نظر العمال فعندما يعبر المجتمع بمختلف فئاته عن وجهات النظر المتعددة بنصل جميعا إلى نقطة توازن طالما الناس كلها بتقول رأيها ما نستطيع أن احنا نصل في النهاية لنقطة توازن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعات الأهلية والدولة في مجال التنمية مسألة مهمة جدا وإحنا شفناها في حياة كريمة وحملة مليون صحة وغيره تدريب الشباب على المهارات من خلال مؤسسات المجتمع المدني بيدربوا الشباب دول على إزاي يكتسب مهارات ثقافة حول الإنسان ثقافة العمل الأهلي كل دي من الأمور اللي الشباب محتاج أنه يتعلمها وتصبح مكملة للتعليم بالنسبة له توعية المواطن من خلال الجمعيات الأهلية دي مسألة مهمة جدا سواء كانت توعية صحية أو توعية ثقافية أو توعية سياسية لأن المواطن في أواق كتير جدا بيحتاج إلى رأي وخبرة وبيحتاج كمان أنه يستمع إلى أراء متخصصين وده يتم من خلال التوعية اللي بتقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لو رحنا الصعيد أو رحنا وجه بحري بنلاقي الجماعات اللي بتلعب دور كبير جدا التوعية في مجالات الصحة وفي مجالات الأسرة وفي مجالات التعامل مع الأوبئة وفي مجالات أيضا التعليم وأشياء كثيرة جدا بيحصل المواطن على توعية حتى المزارعين بيحصلوا من خلال المدارس الحقلية والجامعات الأهلية بيحصلوا على توعية تناسب العمل اللي هم بيقوموا بها أيضا التطوع في مطالبة بصدور الاستراتيجية الوطنية للتطوع عايزين نشجع الشباب على التطوع التطوع بس مش للشباب الكبار والصغارين لكن إحنا بنستهدف الشباب لي باعتبار أن دي الكتلة الحيوية اللي بتستطيع أن هي تساهم وتعطي من الطاقة والوقت في خدمة الأهداف اللي هي عايزاها أو في خدمة المجتمع التطوع دي مسألة مهمة المتطوع ده بيكتسب خبرات وبيتعلم كمان ثقافة وبيدرك أهمية الحوار والتواصل مع الناس وخدمة المجتمع إحنا عايزين نشجع قطاعات واسعة جدا من الشباب إحنا مجتمع شاب يعني أكتر من 60% مجتمع من الشباب طلاب المدارس السنوية والإعدادية والجامعات عايزين نشجع الناس أنهم يتطوعوا وكل ما يتطوع بيكتسب خبرات وعايزين التطوع ده يرتبط كمان بسوء العمل يعني عندما يتطوع ويكتسب خبرة أفضل ويحصل على شهادة بهذا التطوع ده قد يكون بالنسباله ميزة أو أسد بالنسباله أو يعني خبرة تضاف إلى شهادته الجامعية أو شهادته الدراسية إنه يلتحق بوظيفة الصور العمل يعني المجتمع لابد أن يكون مفتوح ويعطي مساحة واسعة للناس طبعاً الندوة كان فيها جامعات أهلية كتير جداً من أسكندرية وكان فيها شباب من برلمان شباب الأسكندرية والناس اتكلمت واتكلمت بحرية وحدث لقاءات يعني حتى على هامش الندوة بين الناس بتتكلم مع بعضها وبتتناقش دي أحد مميزات أو أهداف النشاط الثقافي للمجتمع المدني إنه بيفتح المجال قدام ندوة قدام لقاء الناس تعبر عن وجهة نظرها وده أحد أهداف وأحد وظائف مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الحوار الحوار التوعية المشاركة التعبير عن مصالح الناس دي كلها أمور أساسية في منظمات المجتمع المدني كانت ندوة سرية في مكتبة الأسكندرية وأعتقد إن احنا محتاجين ندوات أخرى على غرار هذه الندوة في أماكن مختلفة وفي سياقات مختلفة حتى يعبر الناس عن وجهة نظرهم ويحدث حوار ما بين المواطن والخبير بين العمل الأهلي والعمل الحكومي دي مسألة أساسية اسمحوا لنا نخرج لفاصل ونعود إلى حوار آخر في سياق الأهل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حوار مجتمعي جرى في إحدى قرى محافظة المني الحوار في قرية يختلف عن الحوار في قاعة في مؤسسة ثقافية الحوار في قرية أنت بتبقى على خط الحوار المباشر مع المواطنين وهموم المواطن في القرية تختلف عن هموم المواطن في المدينة فبالطبع التنوع الجغرافي يعني تنوع في الاهتمامات والمشكلات والتحديات والتطلعات أيضا حوار مجتمعي دعا إليه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في قرية العمودين بالمينيا وشارك في الحوار أيضا ممثلون من قرية بني أحمد الحوار كان سلاسي يعني أنا طبعا أسعدنا الحظ أن أنا شاركت في هذا الحوار جرى بالأمس وكان في أحد القيادات الدينية المهمة الدكتور عمر الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأحد كبار يعني العلماء الذين يقدمون اجتهادات مهمة جدا وله إطلالة إعلامية مهمة وأيضا كان معنا في الحوار الدكتور القصة أمير صادق من كنيسة الإنجلية في المينيا شارك في الحوار على ثلاث مراحل أول حاجة مجموعة من الشباب من الجنسين ثم التقينا بمجموعة من القيادات المجتمعية يعني اللي موجودين في مؤسسات مجتمع مدني مؤسسات حكومية مؤسسات دينية ثم التقينا بقيادات دينية يعني سواء كان على مستوى المساجد أو على مستوى الكنائس طبعا في كل مرحلة من الحوار كنا بالناقش قضية واحدة هي التحديات التي تواجه الفتاة في التعليم طبعا لما تكلم في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في كثير من المحافظات الحضرية اللي احنا دايما بنكلم فيها عن الموضوع التعليم ما بنلاقيش المشكلة دي موجودة دي مشكلة تتعلق بالقرى والنجوع الملتصقة بالقرى فمشكلة طبعا معقدة يعني احنا ما عندناش مشكلة ان فتاة تروح التعليم في القاهرة ابتدائي ولا اعدادي ولا سنة ولا تروح الجامعة يعني ما عندناش في المشكلة دي حتى لو ممكن تخرج بره المحافظة لو جات لها جامعة في احد المحافظات الاخرى او جامعة اقلمية لكن في النجوع والقرى بتبدو احيانا المشكلة دي يعني ظاهرة اكتر من اي مكان تاني طيب ايه التحديات احنا خرجنا مجموعة من التحديات من خلال المناقشة مع الناس اول تحدي اسباب ثقافية وفكرية البنت ملايش غربتها البنت هتتجاوز تقعد في البيت طب تتعلم ليه اب ممكن يبقى عنده بنات يقولك لا انا يعوده في البيت ما كده كده هيتجوزه اولا البنت نفسها يبقى عندها افكار تقولك طبعا انا عايز اتجوز زي البنات التانية اللي في القرية واكتفي بالتعليم الاعدادي ولا بالسنوي او حتى تاخد دبلوم دي اسباب تتعلق بطريقة التفكير مجموعة اسباب تانية اقتصادية بمعنى ان القرى في بعض الناس او غالبية الناس بيعانوا من يعني ضعف الدخول المادية او بيعانوا من فقر بدرجة او باخرى فتصبح قدامهم اولويات يعني يحط الدخل اللي بيحصل عليه المحدود في ايه اذا كان عنده ولد ولا بنت طبعا ما يعلم الولد والبنت كده كده من وجهة نظره في الاخرى هتتجوز واحد من القرية وخلاص لكن الولد هيفضل جنب اسرته ويعولها فالتعليم بالنسبة للولد قد يراه البعض اهم من التعليم الفتاة في اسباب لوجستية القرى والنجوع دي ممكن تلاقي مدرسة ابتدائي وعدادي لكن متلاقيش سنوي يعني سنوي هتطلع برق قرية تروح قرية تانية يعني هتركب مواصلات او هتروح المركز ولبعد كده الجامعة ولا المعهد هيبقى في المركز فتصبح في النهاية في مشكلة انتقالات بالنسبة ليه اترك الجانب المادي على جنب زي ما بقوله يعني انا متكلمش دلوقتي في تكلفة الانتقالات لكن بعض الناس بتخاف على بناتها يعني يقولك ممكن يواجهوا مشاكل هيركبوا مواصلات وفجيتي كمان البعض بتكلم على قضية التحرش كمان في المجتمع ده وانا استغربت يعني مجتمعات افترض يعني مجتمعات صعادية لكن موجود مسألة التحرش يعني موجودة والناس بتشكوا منها يبقى اذا احنا منتكلم على مشكلات متعددة مفيش يعني موضوع له تفسير واحد لكن فيه تفسيرات مختلفة طيب احنا نتكلم مع الناس دي نقولهم ايه يعني احنا دلاتي حايزين نغير الازهان نغير الفكر طبعا الدكتور عامل وردان اتكلم والدكتور قصة امير صادق اتكلم وانا شاركت في الحوار التعليم مش بس شهادة التعليم بيعطي مساحة من التفكير بالنسبة للفتاة وبيديها مساحة للاختيارات احسن في الحياة وبيديها فرصة كمان انها تشتغل وبيعندها دعم اقتصادي كويس في حياتها تستفيد هي بيه وتدعم أسرتها حتى لو هتوعد في البيت وتربي أولادها بالتأكيد ام متعلمة افضل من ام لم تحصل على قصة وافر من التعليم التعليم برضو بيدي الواحد قيمة وبيشعره دايما ان هو يعني في موضع افضل انا عارف ان فيه خطاب سلبي عند الناس يقولك تابه لتعلمه وخده ايه طب فرص العمل ايه يعني دي قضية وقضية ان انا اتعلم عشان يبقى ليا ناصرة افضل في الحياة وتعلم حاجة افضل في الحياة دي مسألة مهمة الدكتور عمر الورداني اشار الى مسألة ان التعليم ده جزء منه يتعلق بكرامة الفتاة يعني كرامتها ان هي يكون متعلمة واحنا عايزين نوصل الصد ده للأهالي طبعا الناس قالت لك الندوات مطلوبة والتوعية مطلوبة والزيارات الاسرية مطلوبة يعني يقبط على الباب ويتكلم مع الناس زي ما عملوا في قضايا تانية زي ختان الاناس وزي بعض المشاكل الصحية اللي تواجه الاسرة احيانا ان واحد مسؤول اجتماعي او مسؤول من مؤسسة دينية يروح يقعد مع الاسرة يشرح لها ده بيبقى شيء مهم جدا وبيساعد في تغيير التفكير ولكن عجبني جدا منطق او رسالة وجهها الدكتور عمر الورداني قالك اح لازم نتخلص من حاجتين نتخلص من خطاب المظلومية ان احنا طول نهارة عمين نشكي 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 ونحاول ان احنا نشوف جوانب في الحياة تساعدنا ان احنا نطور نفسنا ونتخلص من الخوف احنا بالربي احيانا ابناءنا على الخوف يعني البنت اللي هتروح من قرية لقرية عشان تتعلم مش حصل لها حاجة يعني حتى لو رجبت موصلت مش حصل لها حاجة وليه ما نعودش ونربي ابناءنا ان هم يدفع عن حقوقهم ولو حصل اي انتهاك لحقوقهم ان هم يقولوا لأ وان هم يردوا ليه ما بنمكنهمش نفسيا ليه دايما بنخليهم في ثقافة الخوف واللي ده اللي بيوصلهم ليه احيانا للاستسلام والخضوع لا احنا مش عايزين كده احنا عايزينهم يبقوا عندهم ارادة وعندهم حرية تفكير وعندهم قدرة على المبادرة وانه هو ياخد موقف تجاه اشياء كثيرة هو يرفضها في الحياة يعني طبعا منطق مهم جدا في الحديث اللي هو التخلص من الخوف انا اتذكر طبعا المقولة اللي قالها نجيب محفوظ واحنا نقشناها هنا في البرنامج منذ اسبوعين او ثلاثة بيقول الخوف لا يمنع من الموت لكنه بيمنع من الحياة ومقولة تانية قالها احد المفكرين قالك لا يوجد شيء تخاف منه غير الخوف نفسه فعشان كده التخلص من التربية على الخوف وانتهاج نهج التربية على الثقة دي مسألة مهمة جدا كان حوار مهمة قوي ان انت تتحور مع الناس مباشرة على مستوى القرية وعلى مستوى النجع وعلى مستوى الريف دي مسألة مهمة وليس فقط الحوار في القاعات الكبرى او الحوار بين المثقفين ده ليدور وده ليدور ايضا طبعا قاموا بتنظيم الحوار ده يعني مجموعة من النشطين في مجال العمل الاهلي في منتدى حوار الثقافات الاستاذ هبة يسري والاستاذ بيشوي زايد والاستاذ كارولين وايضا ساعدهم فريق عمل واسع فرصة حلوة ان حدث هذا الحوار ونتمنى حوارات مشابهة على مستوى جماعات اهلية مختلفة اكتر واكتر نقرب من المجتمع ونستمع لهمومه ونحاول نحن نفكر فيها حتى يكون هناك حوار مستمر بين المثقفين وايضا بين المواطنين اللي احنا احيانا ما بنشوفش همومهم ومحتاجين نسمعها منهم اسمحونا نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحق اشتركوا في القناة في الحديث النفسي في زين ليلى انا عايز اكلمكم عن موضوع لسه كنا بنتكلم عنه من شوية اللي هو الخوف عايزين اتكلم ازاي نتخلص او نتحرر انا بعتبر التخلص بالخوف ده حرية نتحرر من الخوف ده طبعا مفيش حد ما بيخافش يعني فيه خوف طبيعي وتلقائي واحد بيواجه موقف صعب فيشعر بالخوف لكن فيه خوف مرضي يعني ناس بتنسج مخاوف ازهنها او اوهام وبتعيش فيها وده اللي بيخليها دايما في حالة قلق شديد جدا ومش قادرة كمان تاخد موقف او تتحرك لقدام فيه حلول للتعامل مع الموضوع ده زي ما بقول علماء النفس او المهتمين بالعلوم السلوكية فيه فارق كبير ما بين ان انا اهتم وان انا خاف اهتم لو اهتمت بمذاكرتي اعمل عمل ايجابي لو خفت من الامتحان ممكن ارتبك ومعرفش اعمل حاجة احيانا احنا بنبالغ في المخاوف لما احنا نكون خايفين يعني نبالغ في الامور جدا وتيجي بعد شهر ولا اتنين ولا سنة نفتكر احنا كنا خايفين من ايه وما نلاقيش المخاوف دي كان ليها دور عايزين دايما نتذكر الموضوع ده امر تالت حاول ان احنا نخرج ونمشي المشي بيطلع الضغط والتوتر اللي موجود جوه الواحد اه ان احنا نمشي في مكان اخضر نحنا نبص على خضرة نحنا نمشي في جنينة نمشي في مكان مفتوح دي كلها من الامور اللي بتساعد الواحد يخرج من الاسترس ده حاول دايما ان احنا يبقى عندنا صورة ايجابية يعني اقلب العملة اللي انت بتخاف منها يعني لو واحد طالب خايف ان هو يسقط في الامتحان لا فكر كده واسرح بخيالك قول لا انا انجحت وتفوقت هتلاقي المخاوف تراحت منك واحد حاسس ان الناس هترفضه اسرح بخيالك وشوف نفسك مقبول من الناس وزي ان انت متفاعل وزي ان انت بتتكلم معهم هتلاقي المخاوف دي راحت منك وبدأت تتحرر من الموضوع ده الاستسلام للخوف هو انتاج مستمر للخوف ده في حياة الواحد لما حس ان انا خايف جدا وحس ان انا مضغوط من جوايا وعندي توتر شوف حد موصوق فيه احنا ما بنقولش ان نحكي لاي حد انا بقول حد موصوق فيه اقعد اتكلم معاه مجرد ان انا اتكلم وخرج المخاوف اللي جوايا دي اعتقد ان ده هيبقى احد السبل اللي بتريحني من جوا وبتوريني ان احيانا انا ببالغ شوية في المخاوف بتاعدي وفي كل الاحوال انا بخاف يعني من شيء لم يتحقق فدي المشكلة يعني انا مش بخاف من شيء بيحصل ده انا بخاف من شيء لسه ما حصلش طب اتركه لما يحصل ساعتها وبقى خاف منه او وبقى تعامل معاه اهتم لما تهتم بالاشياء هتعمل حاجات ايجابية ما تبالغش في مخاوفك انتك صورة ايجابية دايما عن حياتك ما تخافش من اشياء مبالغ فيها حاول دايما ان انت تفكر حاجة ايجابية عكس المخاوف بتاعتك وبرضو لما تحس ان انت مضغوط قوي وخايف قوي حاول تتكلم مع واحدة عشان تطلع الخوف لجواك وفي كل الاحوال في علاج اساسي ومهم الثقة فالله بالتأكيد بتمنع الانسان انه يخاف ونتذكر دايما ان في صفر الرؤية كان يتحدث عن الناس الذين لن يروا الملكوت وحتى اول ناس الخائفون عايزين نتحرر من الخوف ده ونساعد بعض ان احنا نتحرر منه ونحاول نساعد انفسنا كمان ان احنا نخرج من الخوف والربي اولادنا على الثقة وليس الخوف نخرج لفاصل ونعود لمقولة هذه الحلقة اشتركوا في القناة القول المقصول لهذه الحلقة من فريدريك دوجلس ده كاتب وإصلاحي واحد الذين دافعوا عن الحقوق المدنية للامريكيين زاوي البشرة السمراء هو من موليد 1818 ورحل عن عالمنا 1895 القول المقصور بيقول بناء اطفال اقوياء اكثر يسرا من اصلاح رجال محطمين احنا مش عايزين نستنى لغاية ما يجبر طفل ويصبح على اعتاب الشباب مرحلة الشباب او ان هو يجبر اكتر من كده ويواجه صعوبات ويتحطم ونحاول ان احنا نصلح الحاجات دي احنا عايزين ننشئه منذ الصغر على قيم وممارسات وافكار تخليه قوي يعرف يواجه يعرف يقول لأ للخطأ وده هيجي منين؟ بالتربية على الثقة وليست التربية على الخوف احنا الحلقة دي تكلمنا اكتر من مرة عن الخوف احنا مش عايزين الاولاد يطلعوا خايفين في المجتمع عايزينهم يبقوا وثقين في نفسهم ويقدروا يتصرفوا بهذه الثقة ويخرجوا برا دائرة الخوف اذا انا وثقت فيه وازا انا اديته جرعة الثقة وعلمته ازاي يواجه الحياة مش هيوعه في مشكلة ادمان مش هيوعه في علاقة خطأ مش هينتهج اسلوب خطأ في الحياة بل بالعكس هيبقى قادر انه هو يواجه لانه قوي انا مش هستنى لغاية ما يصاب بامراض المجتمع كلها او بعض منها ويحطم واجه ساعتها اقول ازاي يعلجه الحصانة الاسسية ان ابدأ مع الطفل ان يكون طفل قوي احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة اتمنى لكم يعني عطلة سعيدة انتوا قاعدين لغاية يوم لحد كلساهم طيبين بالمناسبة انتصار السادس من اكتوبر والغاية ما شوفكم الاسبوع الجاي اشتركوا في القناة